السلام عليكم متابعي قناة استمع للاعزة. بسبب التلوث الكبير الذي تسببنا به نحن البشر خاصة في العقود الاخيرة تعاني كثير من الحيوانات تنوقع في مواقف محزنة ومربكة. مثل ما حدث لهذا الايل حينما علق في اطار السيارة وتواصلت معاناته لفترة طويلة. فابقوا معنا حتى نهاية لتروقصة هذا الايل ومقاطع اخرى عديدة لحيوانات علقات في اغراض بشرية. لكن وقبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى نتمكن من تقدم المزيد لكم ان شاء الله. الفهد يغلق في الوعاء. عادة ما يكون الصيف صعبا بالنسبة لبلدان شبه القارة الهندية. ويتغلق الامر بالحيوانات ايضا. لذلك كان يتطلع هذا الفهد لتبرد نفسه عن طريق شرب بعض الماء من هذا الوعاء المعدني. لكنه اخطأ في تقدير حجم الاناء. وظل رأسه عالقا فيه لمدة خمسة ساعات كاملة. توتر الفهد وبدأ يتجول في انحاء القرية. وكان مرتبكا وخائفا من السكان الذين لم يعرفوا بدورهم ما يصنعون. فقط التقطوا صورا ومقطع فيديو لهذه الحديثة النادرة. عندما وصل اعوان الحياة البرية. وقتها اصبحت الامر جدة. وحينها اضطروا لتخدير الفهد واستخدام المنشار. لقطع الوعاء. وقاموا بعضها بارجاعه لبيئاته الطبيعية. اطار في عنق الزرافة. عادة ما تبقى الزرافات بعيدة عن القمامة. لان الاشجار هي مصدر الاناء الرئيسي بالنسبة لهم. ومع ذلك قام عدد قليل من فرق الرعاية في كينيا. بانقاذ زرافة يبدو انها كانت ترتدي اطارا مثل قلادة. كان على المسئولين تعقب صوزي المسكينة وتهديئتها قبل ان يتمكن من نزالة القلادة بعد بضعة ساعات من المحاولة. الاسد والبرميل. لسوء الحظ لم يكن احد هذه الاسود الثلاثة محظوظا كفاية هذا اليوم. فخلال وقت الوجبة كانت جميع العسود مشغولة بتناول الطعام من برميل التغذية. لكن احدهم كان متحمسا اكثر من اللازم. لدرجة ان رأسه علق داخل البرميل. حاول صديقه تقدم المساعدة. لكن محاولتهما لم تكن مجدية. لان صديقه ما استمر في الركض لساعات مع البرميل. الى ان اوقفه البيطري وثبته لانقاذه. خروف عليق في الارجوحة. الان اليك شيئا يستحق المشاهدة اكثر. واذا كنت تبحث عن ضحكة جيدة هذا اليوم. شاهد هذا الخروف الذي عليق في ارجوحة الحبل الوحيدة. التي كانت موجودة في منطقة رعيهم الخاصة. شهد باقي القطيع صراع صديقهم السخيف لعدة دقائق. في كل مرة يحاول فيها الخروف الخروج. ينتهي به الامر بالتأرجح ذهابا وايابا. تخيلوا مدى ارتباك هذا الخروف المسكين. لكن سؤال المطروح يطرح حول الشخص الذي كان يصوره. غير مكترث بألم هذا الخروف. زرافة عالقة في حوض السباحة. يبدو هذا الموقف كوحدة من تلك المسائل المعقدة في مادة الرياضيات. لانه لا يبدو من المعقول ان تكون هذه الزرافة عالقة هنا. فعلا انها تتجول في حمام سباحة جيدا. وعلى ما يبدو تستطيع الزرافات النزول. ولكن تسعد فقط. حيث تبدأ المشكلة بعد ان علقت لوسي. واضطر القائمون على الرعاية الى افراغ المسبح. وهدم جزء منه حتى تتمكن من التسلق للخروج. انهى عمل الانقاذ المهمة لاخراجها بعد ساعات طويلة من الجهد. لكن لوسي لم تأبه لذلك. واستمرت في المشي بعيدا دون شكرهم. الغزال بين السياج. عندما علق هذا الغزال بين السياج. لحسن حظه ان احد المرة اكتشف امره. وصعده للنجاة من مأزقه. وقام بازالته من السياج. يمكنك القول انه كان يعاني الما شديدا لمدة طويلة. وذلك يبدو على ملامحه. اسف يا صديقي. رأس القرد العالق. تصرفات القروض تشبه تصرفاتنا بشكل مخيف. لذلك عندما علق رأس هذا الصغير في اليقطينة. لم يبدو على انه مفاجأة في حد ذاتها. ولكن جزء الاكثر اهمية هو كيف حاول صديقه الكلب مرارا انقاذه. الغزال الامريكي الصغير. ربما تكون احدى اكثر القصص المسلية عن حيوان عالق. كانت الحوافر الامامية لهذا الغزال الامريكي الصغير فقط تعالقة في السياج. وكان صاحب المنزل متفاجئا جدا من رؤية الحيوان الصغير في مثل هذه المواقف الغريبة. لدرجة انه اضطر الى اخراج كاميراته لتصوير الامر. كان مشهدا مضحكا برؤية حافريه يخرجان من الجانب الاخر. ربما حاول الساغل القفز فوق السياج. ولكن لم يكن لديه طول لازم للقيام بذلك. وانتهى الامر به على هذا النحو. على عكس معظم الحيوانات الاخرى. عندما تحرر الصغير من السياج لم يهرب في الواقع. وانما وقف هناك يمضغ شيئا ما لعدة دقائق. حلق في عنق الفقمة. احيانا تكون بعض الحيوانات محظوظة الى حد ما. بوجودها قرب البشر. لانهم عادة ما يساعدونها عند مواجهة المشاكل. لكن الحيوانات البحرية التي تقضي طوال الوقت داخل المحيط. هم الضحايا الحقيقيين. لذا عانت هذه الفقمة ويلات هذا الحلق لسنوات طويلة. حيث بدأ الحلق في قطع رقبتها. ما دفع فريق الانقاذ لنقلها الى مركز للحياة البرية. حتى تستعيد عفيتها ويلتأم الجرح الذي كان عميقا للغاية. حيث قال الموظفون هناك انها كانت على وشك الموت. منقار البجع عالق. الراجح ان البجع هو ما بقي من زمن الديناصورات. على الرغم من انهم يمكنهم ايضا التعامل مع الحياة العصرية. الا ان هذا البجع عالق منقاره بين قذبان الاخت. الى ان جاء شخص لتقديم يد المساعدة. لكن البجع رفض المساعدة وطر بعيدا. كما لو لم يكن شيئا. كما لو لم يكن شيء. الكنغر وكيس الرقائق. استراليا مكان بري جميل. وهو مكان سياحي رائع. ومن ميزاته تلك الحيوانات التي يمكن رؤيتها هناك. يجب ان تمر جميع الحيوانات المضطربة صغيرة مثل هذا الكنغر. الذي عالق رأسه في كيس من الرقائق. والذي استمر في القفز حتى يصدم بسيارة. ولكن بفضل الرجل الذي كان يسجل المقطع تمكن الكنغر مجددا من الرؤية. دولفين عالق في القارب. اذا كنت تتجول داخل البحر وتبحث عن مخلوقات فضولية. فلن تجد افضل من الدلفين. لانه من غير المألوف لديهم. ان يمروا حيث البشر ولا يلقون التحية. لكن هذا الدلفين كان متاحا للغاية. وقافز عن طريق الخطأ في القارب. ثم بدأ يتقلب بعد ان ادرك انه عالق هناك. اضطر قارب اخر للتوقف. لمساعدة الدلفين على الخروج من هناك. لكن في النهاية اعادوه الى المياه بسلام. نكون الان قد وصلنا الى نهاية الفيديو. فاذا عجبكم هذا المقطع. فلا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة. حتى يصلكم كل جديد. اشتركوا في القناة